يبدو أن مفاجآت العام 2020 الغريبة تأبى أن تفارق العالم بكل ما تحمله من الغاز حيارة الساسة والعلماء والأطباء ليصبح التكهن بالقادم من أحداث أمراً في غاية الصعوبة ومع استمرار اجتياح فيروس كورونا وما جلبه على العالم من كوارث صحية واقتصادية كبيرة وسط عدم التوصل حتى اللحظة للقاح يمكنه التصدي لهذا الوباء الفتاك ظهر كائن لا يتجاوز حجمه البوصتين يدعى الدبور القاتل ليحول حياة دول آسيوية كالهند والصين ويتحضر لينقذ على إيران إلى رعب حقيقي كونه يقتل الإنسان بلدغة سمة أشبه بلدغة الأفعى إلا أن الأمر الغريب هنا هو ظهور هذه الدبابير الآسيوية في الولايات المتحدة ما يثير تساؤلات عدة عن كيفية وصولها بهذه السرعة إلى القارة الأمريكية وبالتحديد ولاية واشنطن وسط ترجيحات أن يكون وصولها بشكل متعمد أو عبر نقل شحنات دولية على أقل تقدير مختصون أمريكيون رأوا أن البلاد مقبلة على مرحلة صعبة وستقلقا على تجارة النحل نتيجة عدم تطوير آليات دفاعية للتعامل مع هذه الحشرة القاتلة تزامن ذلك مع ظهور آفة جديدة غريبة من شأها لا ينتمي إلى الولايات المتحدة تعرف بالعثة الأسيوية الهجينة المعروفة بمخاطرها الضخمة على الأشجار والبيئة ولا يزال العام 2020 يكشف عما في جعبته من أوبيئة وأمراض قد تغير شكل الخارطة الديمغرافية العالمية في الوقت الذي لا يزال العالم يفيق من صدمة ليقابل صدمة أخرى أشد وقعا وتأثيرا وسؤال الذي يواجهه العالم إلى ما تبقى من العام 2020 ماذا في جعبتك بعد؟